موسيقى بدأ مساء اليوم فرز الأصوات في انتخابات رئاسة هيئة المكاتب والشركات الهندسية التي بدأت صباح اليوم في مجمع النقابات المهنية وأغلقت صندوق الاقتراع في الانتخابات كما هو محدد في تمام السادسة مساء حيث بدأت عملية الفرز عقب ذلك ويشارك باختيار الرئيس ألف وثلاثة وتسعون مكتبا منتشرا في جميع أنحاء المملكة بشكل مركزيا في مجمع النقابات المهنية حيث سيصبح المهندس الفائز أو المهندسة الفائزة بحكم القانون عضوا في مجلس نقابة المهندسين موسيقى